بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين افكر حضراتكم ان الحلقة اللي فاتت كان عنوانها عبارة عن اقوال الاباء في التوبة الحقيقة النهاردة هنتكلم عن الجزء التاني ايه هو الجزء التاني الجزء التاني بقى مش هيكون لي علاقة باقوال الاباء لكن هنتكلم على حاجة اسمها صيانة التوبة صيانة التوبة يعني ايه صيانة عارفين طبعا اي انسان عنده عربية بتحتاج ان يتعمل لها صيانة عشان تكمل وما تجيش في يوم من الايام تتعطل ويقولك كده في التوكيل او في الشركة اللي اشترى منها العربية صيانة العشر تلاف والصيانة العشرين الف والصيانة التلاتين الف ويقولك طول ما انتقيدك في العربية وبتعمل لها صيانة عمر ما العربية هتقع منك لكن لما انت تبدل تتكاسل واهي ماشي اهي ماشي اهي ماشي تلاقي مرة واحدة العربية وقت منك في كذا حاجة يبقى احنا هنتكلم على حاجة اسمها صيانة التوبة ليه صيانة التوبة وليه الفعل ده لان الحقيقة عاوز اتكلم معاكم في موقف معين ايه الموقف ده ان كلنا ممكن نكون بنتوب في مناسبات معينة منها اليومين اللي الكنيسة عايشاهم دلوقتي في اواخر ديسمبر وقبل الداية يناير يبقى التوبة ممكن تكون في الفترة دي هنسميها توبة انفعالية هنسميها توبة ايه انفعالية يعني ايه توبة انفعالية في مواسم كده زي اسبوع الالام او ليلة راس السنة او يوم عيد ميلاد او وقعت في خطية وجعتني اوي التوبة بتبقى توبة انفعالية خلاص مش هعمل كده تاني وانا وانا يا رب وانا يا رب طالما دي زي العربية الجديدة التوبة الجديدة دي عاملة زي العربية الجديدة لكن التوبة الانفعالية دي اذا ما كانش ليه هصيانة الانسان بيرجع تاني للخطية اللي باتت ويمكن اكتر يعني واحد يقول مثلا انا كنت باعمل خطية الفلانية دي بمعدل كذا الحقيقة بطلتها لمدة كذا وبس لما رجحت رجعت ضعف المرات اللي كنت باع فيها قبل كده لانها دي كانت توبة انفعالية ما تعمل لها السيانة حاجة كمان تخلينا لازم نعمل سيانة للتوبة ايه اللي يخلينا نعمل سيانة للتوبة ان لما الانسان بيتوب في بداية التوبة وبيبقى جد كده وعنده حرارة الشيطان ما يقربلوش الشيطان بيقول ايه مسيره يهدى مسيره يبرد ويوم ما يهدى او يوم ما يبرد هاجيله انا وكعبله وديله فوق دماغه وعلشان فيش طان او زي معشان الطرق اللي احنا اللي بلمش فيها فيها مطبط كتير قوي بتأثر على العربية طبق العربية محتاجة سيانة وبالتالي طول ما فيه سيانة طول ما فيه سيانة السيانة دي معناها ايه معناها ان انا بخلي بالي من العدو اللي ممكن يكون صابر علي في اول التوبة لكن عمل لي حتة فخة وحتة نقرة وحتة مطب ناوي وقعني ناوي وقعني يبقى لازم يكون فيه سيانة للتوبة كلمة سيانة للتوبة يعني نخلي بالنا علشان ما نقعش تاني طيب هبتدي اسأل سؤال اعمل سيانة للتوبة ازاي هعمل سيانة للتوبة ازاي واحد اول حاجة ابعد عن اسباب الخطيئة يعني ابعد عن اسباب الخطيئة عارفين يا جماعة اللي بيحاول يعمل رجيم فمن الاول ما يحطش نفسه في عزومة كبيرة اوي بعيد ميلاد كبير اوي لان طول ما هو بيبص للحاجة ردته عتضعف وممكن يمدي ايده وياكل والناس تقوله ما جاتش من القطمة دي ما جاتش من لقمة دي ما جاتش من لقمة دي ما جاتش من لقمة دي لكن الحق يقال ان الانسان لما يهرب من الاول يبقى قدى مبدأ احنا بنسميه عندنا في الحياة الوقاية خير من العلاج والناس كلها عارفة المثل ده اه هي التوبة كده التوبة كده دي معناها ايه؟ معناها ان انا لما بيكون عندي نوع من انواع خطيئة عارف انها بتحصل في مكان معين او في مجال معين انا الحقيقة لازم ابعد عن اسباب الخطيئة انا حكيت مرة حكاية قبل كده عن انسان كان غاوي كرة قدم طب هي كانت كرة القدم خطيئة؟ الحقيقة لا ما كانش خطيئة في انه بيتفرج على كرة القدم الخطيئة كانت انه عصب قوي وينفعل قوي ويتشال ويتحط ويتشال ويتحط وممكن يوصل انه يشتم النادي المضاد او النادي التاني اللي هو ما بيحبهوش فالحقيقة هنا بقى عاوزين نرجع لحاجة معينة عمل ايه؟ احنا قلنا ان سارة الطوبة تبتدي انك تبعد عن الشر انا عارف ان الشرع ده كله مطبط امشي فيه بالعربية ليه؟ ما هي ممكن تتكسر مني امشي في شرع تاني احسن منه فالانسان ده اخد قرار انه هيعرف نتيجة الماتش لكن مش هتفرج على الماتش القرار الحقيقة مش كل الناس تقدر تعمله بس هو كان واضح مع نفسه ان هو مش هيشتم تاني ولا هتعصد تاني او واحد عارف ان اصدقاؤه كل ما بيخرج معاهم ويحاول يبطل تدخين وكلهم بيدخنوا يغروه ويعزموا عليه فيضطر ان هو يجميلهم وياخد منهم حاجة يدخنها الحقيقة يبقى لازم ابعد يبقى اول سيانة ابعد عن الطريق اللي كله مطبط يعني ابعد عن المكان والمجال اللي فيه الخطيئ وفي وسط المستهزئين لم يجلس مش المزمور الاولاني بيقول كده يبقى اول سيانة للتوبة ابعد عن الشر او ابعد عن مجال الشر تاني سيانة للتوبة حاجة اسمها الاحتراس كلمة احتراس يعني ايه ده مبدأ مهمة اوي 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 عارفين اللي برضو خلينا في العربية والسيانة عارفين ان انا رايح النهاردة مسافر اسكندري باحترس ليه بشوف العلامات في الطريق بتقولي السرعة القصوة كام بتطمن ان العربية فيها بنزين وفيها ميا وفيها زيت كويس بتطمن الفرامل شغالة كويس لان انا لو ما احترستش هعمل حدثة اهي نفس القصة دي في حياة التوبة الاحتراس معناها ايه معناها ان الانسان ياخد باله اوي 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 قبل ما يخطي خطوة واحدة لان ممكن يخطي خطوة يتزحلق بعديها او يخش في سكة غلط فيتوه لان باخدش باله من العلامات نقولها تاني عايز اقول حاجة مفيش طبعا واحد حب ربنا اوي زي مثلا اه في كتير طبعا من الا للقديسين وفي كتير من الا انبياء لكن انا ااخد مثل داود النبي داود النبي ده حب ربنا من كتر محب ربنا كان في قلبه كان يقول كده سبقت عيناي وقت الصحر يعني قبل ما الفجر يطلع كنت أنا بقوم عشان أمسك القطارة أو الناي أو العود ولحن لربنا ترنيمة وقل له ترنيمة كده بالروح القدس دي واحد بيحب ربنا كتن كده يقوم ثلاثة صبح عشان يسبحه آه داود كان بيعمل كده العجيب بقى إن داود ده اللي كان بيعمل كده لما فقد احتراسه وقع في الزنا يا خب ربيض يا خب ربيض كتاب المقدس بيقول كده طرحت كثيرنا الجرحة في أمثال سبعة وكل قتلها أقوياء خلي بالك اللي أعظم منك وقع شمشون اللي كان نذير الرب وكان في قوة هد جبال وقع قدام واحدة لأنه محترس واستهطر وما سمعش وصية ربنا يبقى أي حد فينا ما بيحترس هيقع مش إحنا تعلمنا كده بنقول لولادنا خلي بالك يا حبيبي وانت ماشي خلي بالك وانت بتعد الطريق خلي بالك وانت رايح خلي بالك وانت جاي بنعمل كده وانا ما بنعملش بنعمل كده من باب أولى أكون أنا محترس محترس في علاقاتي محترس في هزاري محترس في الناس اللي بتعرف عليهم باحترس كمان على أولادي هم بيصاحبوا مين وبيخرجوا فين وبيروحوا فين هل لو أنا أولادي مثلا مشتركين في نادي أو في مركز الشباب وبيروحوا يلعبوا في أي حاجة هل أنا متابع الوسط شكله إيه الكلام اللي بيقولوا شكله إيه مش عايز أقول لكم مقاسي كتير قوي بتحصل في النوادي والتدريبات والمستوى الأخلاقي ممكن يكون مواصل لأي درجة عشان ما فيش إشراف من الأب والأم على ابنهم لازم نحترس لأن الزمن شرير ولما الكتاب المقدس يقول لي إن داود وقع وفيه جبابرة وقعه زي داود وزي سليمان وزي غيرهم مش أنا المفروض أخلي بالي القدسين بقى كان عندهم مبدأ الاحتراص ده قوي 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 كانوا بيخلوا بالهم من كل حاجة يبقى قولنا كان مبدأ دلوقتي أبعد عن دايرة الشر ومكان الخطية اتنين الاحتراص يبقى أنا عملت السيانة إن أنا بعدت عن الشارع المكسر احتراصت وخدت باري لحسن أدخل في طريق ممكن أتوفيه اسمحوا لنا نكمل موضوع صيانة التوبة بعد الفاصل اللي هنطلعه مع بعض دلوقتي بسم القاب والابنة والروح القدس الاله الواحد أمين نكمل مع حضراتكم الحلقة بتاعة صيانة التوبة هنتكلم في نقطة احنا خلصنا نقطتين وهنتكلم في نقطتين النقطة التالتة في صيانة التوبة حاجة اسمها العمل الإيجابي يعني ايه العمل الإيجابي إن مش كفايا الإنسان يحاول يهرب من التوبة أو يحاول يهرب من المكان بتاع الخطية ويحاول إن هو يعتزل لربنا بس ده جزء مهم وده الأساس في التوبة لكن في حاجة تانية علشان أنا مرجع لهاش وأعمل صيانة لازم حاجة اسمها عمل إيجابي يعني ايه عمل إيجابي يعني على سبيل المثال مش كفايا أستنى لما أغلط عشان أقع طيب ليه ما يكونش عندي قراءة يومية في الكتاب المقدس ليه ما يكونش عندي وقفة يومية مع الله بقدم فيه عتزاري بجدد أشوائي وأقول له اسندني يا رب عشان ما أعش تاني ليه بكل قوتي ما حاولش أخدم وأخرج بره الفراغ وأخرج بره أنانيتي ناس كتيرة قوي الحقيقة مدخل الخطيئة ليها مرتبط أنه فاضي مش ضروري تكون فاضي في الوقت هو ممكن تكون إيدي شغالة ورجلي شغالة بس عقله للأسف عقله للأسف هو إيلي فاضي وعلشان كده علشان كده أنا كإنسان عارف أننا لما الشيطان بيلقيني فاضي بيصطدني أعمل إيه ما سيبش نفسي فاضي دقيقة واحدة أفكركم بحكاية حكتها لكم زمان لما كنا بنتكلم عن موضوع اسمه موضوع الفراغ الحكاية دي حصلت مع قدسة البابا شنودة التالت الله ينايح نفسه كانت فيه صحفية لبنانية الصحفية اللبنانية دي كان بتعمل معها حديث لأحد المجلات اللبنانية فبتقول له يا قدس البابا عاوز أسألك سؤال الحقيقة يعني بتعمل إيه في وقت فراغك طبعا يظهر هيتعودت أنها تقابل ناس من الفنانين ناس من الممثلين ناس من المجتمع ناس من السياسيين وبتسألهم السؤال ده كلهم وكانت المفاجأة أن البابا رد عليها حتة رد قال لها أنا عديت السبعين سنة والحقيقة عمري ما كنت فاهم ولا عارف يعني إيه وقت فراغ الحقيقة أنا ما عنديش وقت فراغ كل دقيقة متوظفة وعلشان كل دقيقة متوظفة الشيطان الحقيقة بصعوبة يلاقي صغرة يخش فيها علشان يبتدي يحارب مش فاضي لكن صوره مثلا إنسان اللي يكون فاضي لأ طبعا الفاضي ده أقولك طبعا أنا أتكلم فلان بالتليفون ويبقى التاني مش فاضي بس أنا أفتح معه مواضيع وابتدي أنم وابتدي أسأل وابتدي أحكي الحقيقة الإنسان اللي عاوز يتوب لازم يكون في عمل إيجابي يعني يستغل لوقته كويس ينزل يخدم ربنا يخرج بر ذاته الخدمة من الإعلاجات الحلوة قوي 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 اللي تصون وتسند التوبة طيب إيه آخر نقطة نتكلم فيها مع بعض بصنة التوبة حاجة اسمها التوبة السريعة عارفين يعني إيه التوبة السريعة يعني مش ضروري أروح بقى للمخزن أو أروح للجراش أو أروح للشركة اللي اشتريت منها عشان تعمل لي السيانة لكن أنا ممكن كل شوية كده أشوف الهوى في الكويتش أخباره إيه في أي بنزينة أتطمن على الفيوزات شغالة ولا لأ قبل الشتاء كده أجرب المساحات شغالة في العربية ولا لأ لحسن تمطر علي والمساحات بتاعتي مش شغالة دي اسمها الصيانة السريعة كلمة صيانة سريعة يعني إيه بقى يعني توبة سريعة طب يعني إيه توبة سريعة ما إحنا ما فيمناش حاجة الحقيقة واضح إن أنا طول ما أنا بمشي عرضة للغلط ممكن أغلط بعنية وممكن أغلط بوداني وممكن أغلط بالساني وممكن أغلط بفكري كل دي خطايا أنا ممكن نقع فيها طب حلها إيه حلها زي ما قلنا في أقوال التوبة لما كان أم بانطنيوس المرة اللي فاتت بيقول لنا أوعد سيب التوبة لحظة أنا أعمل كده بقى كل ما ققع أروح رافع قلبي بالتوبة أنا ماشي بسيط على منظر وحش أعثرني أقول يا رب نقي عناي إذا ما كنتش أنا عارف هنقي عناي أم الهنقي قلبي إزاي أمشي شويتين سمعت كلمة وحشة أقول يا رب مش عاوز الكلمة دي تلزق لا في دماغي ولا في قلبي من فضلك يا رب نسهاني وابتدأ أقول حتة كده لحنة أو مزمور أو ترنيمة التوبة السريعة بتاعت يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي رحمني أنا الخاطي يا رب يسوع المسيح رحمني أنا الخاطي جميلة جدا 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 إنك تفضل تردد التوبة السريعة دي طول ما أنت ماشي أنا بغلط كتير بس ممكن أقول آسف كتير مش هو ده اللي إحنا أخدناه المرة اللي فاتت يبقى لازم نطبقه المرة دي على مستوى بيوتنا على مستوى علاقاتنا على مستوى أي حاجة أنا بغلط وأنا جوه العربية وقابل مركب العربية وفي شغلي ميت فكرة وميت غضب وميت دي إذا كنت بقى في كل الخطايا دي ارفع قلبك ويقدم توبة إحنا قلنا المرة اللي فاتت ربنا عمره ما يحسبك على عدد الشرور اللي أنت وقعت فيها لكن هيحسبك ليه بعد ما وقعت في الشرور دي كلها ما قدمتش توبة ربنا يدينا حياة التوبة ونقول مع أرمية النبي توبني يا رب فأتوب علشان نعيش حياة كلها فرح وسلام لأن بصراحة يا جماعة التوبة ما تخل للفرح وما تخل للسلام لأن أشعية 57 وكده لا سلام يقول إلهي للأشرار ربنا يديني ويديكم أن احنا ناخد من مرحمه ونعيش حياة التوبة لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين